إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أعلنت روسيا تدمير مغزن للأسلحة والذخيرة الأجنبية في منطقة ليفيف تقول موسكو أنها تم تسليمها لكييف من بولندا منجهة أخرى أنهى الفريق الروبعي الدولي تفتيش السفينة رازوني المحملة بأول شحنة حبوب من أوكرانيا حيث من المرتقب أن تواصل السفينة عقب هذا الإجراء رحلتها إلى الوجهة المقررة إليها تطورات متلاحقة تشهدها الأزمة الروسية الأوكرانية ما زالت تلقي بظلالها على المشهد العالمي سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ميدانياً أكد سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية أطلقت سمانية صوره كروز من بحر قزوين على الأراضي الأوكرانية أصاب أحدها مجمعاً للدفاع الجوي في منطقة لفيف غربي البلاد وفي ميكولايف البلدة القريبة من الجبهة جنوب أوكرانيا سمع دوي فجارات قوي وفي خيرسون المجاورة أول مدينة كبرى سيطر عليها الجيش الروسي لا يزال الوضع متوتراً لكن أوكرانيا التي تقود حالياً هجوماً مضاداً في الجنوب أعلنت أنها استولت على أكثر من 53 بلدة هناك من جهة أخرى أعلنت الولايات المتحدة إرسال أسلحة جديدة إلى كييف بقيمة 550 مليون دولار لتصل بذلك مساعدتها العسكرية إلى أكثر من سمانية مليارات دولار وستشمل هذه المساعدات زخيرة لمنصات صواريخ هيمارس و75 ألف قزيفة من عيار 155 مليمتر وعلى صعيد اتفاق أعادة تصدير الحبوب الأوكرانية أعلن الرئيس الأوكراني زلانسكي أن هدف بلاده هو الاستمرار في التصدير منتقداً روسيا التي تسببت حسب قوله في أزمة الغذاء العالمية من أجل استخدام الحبوب والذرى والزيت كأسلحة من جهته قال وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا إن 16 سفينة محملة بالحبوب تنتظر دورها لمغادرة أوديسا الميناء الأوكراني الرئيسي الواقع على البحر الأسود وكان يتركز فيه قبل الحرب 60% من نشاط المواني في البلاد ويسمح الاتفاق الذي وقعته روسيا وأوكرانيا في الثاني والعشرين من يولو الماضي برعاية أممية باستئنف الشحنات إلى الأسواق العالمية من الحبوب الأوكرانية تحت إشراف دولي وتنص الوثيقة على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود وتصدير بين 20 إلى 25 مليون طن من الحبوب في هذه الأثناء قلل الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي من أهمية تصدير أول شحنة حبوب من بلاده منذ بدء العملية العسكرية في البلاد وأوضح زيلنسكي أن السفينة تحمل جزءا صغيرا جدا من المحصول الذي يتعين على كييف تصديره منوها إلى أنه يتعين على أوكرانيا تصدير 10 ملايين طن من الحبوب على الأقل للمساعدة بشكل عاجل في خفض عجز ميزانيتها البالغ 5 مليارات دولار شهريا وأكد الرئيس الأوكراني أن الخسائر الاقتصادية التي تتحملها بلاده جراء الأزمة هي ضخمة محذرا من محاولة موسكو عرقلة استئناف تصدير الحبوب من بلاده على الرغم من الاتفاق الدولي الذي تم التوقيع عليه برعاية الأمم المتحدة قالت الاستخبارات البريطانية أن القوات الروسية قد تنقل الأسلحة والمعدات إلى منطقة خرسون جنوب أوكرانيا عبر العبارات وأكدت الاستخبارات البريطانية أن خرسون تعاني نقصا بالمواد الغدائية بعد قصف أوكرانيا جسرا رئيسيا بها مشيرا إلى أن المنطقة قد تشهد نزوحا متزايدا بسبب نقص المواد الغدائية يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية إقدام القوات الأوكرانية على استهداف حافلة تقل مدنيين كانوا يغادرون إلى الأراضي التي تسيطر عليها كيافة في مقاطعة خرسون اتهمى المستشار الألماني أولاف تولز روسيا بالمسؤولية عن عرقلات تسليم توربين لخط الغاز نورد ستريم واحد وأبدى المستشار الألماني توقعه بعدم التزام موسكو بعقود إمدادات الغاز لبلاده وأشار إلى أنه اتخذ إجراءات عدة لتقليل الاعتماد على روسيا وتنوع مصادر الطاقة سريعا كما أكد تشولتس أنه بصدد اتخاذ إجراءات لتخفيف العبء عن أصحاب الدخل المحدود لتجاوز الأزمة وسينعكس قطع الإمدادات الروسية أو خفضها بشكل كبير سلبا على الاقتصادات الأوروبية وتعد ألمانيا هي القوة الاقتصادية الأكبر في القارة والأكثر عرضة للأثر السلبي بسبب اعتمادها الكبير على وردات الغاز من روسيا صادق البرلمان الفرنسي على بروتوكولي انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلنطية النيتو جاء ذلك بتصويت في الجمعية الوطنية بأغلبية مائة وتسعة أصوات مقابل ستين وأربعين وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن فرنسا تنضم بذلك إلى عشرين دولة حليفة صادقت على البروتوكولين وتحتاج السويد وفنلندا إلى مصادقة الدول الثلاثين العضو في المنظمة للاستفادة من الحماية التي توفرها المادة الخامسة من ميطاق النيتو لدفاع المتبادل في حال وقوع الهجوم أطلقت منظمة الأغذية والزراعة تابعة للأمم المتحدة الفاو مشروعا جديدا ممولا من كندا بقيمة أربعين مليون دولار لمعالجة النقص في مغزون الحبوب في أوكرانيا وذكرت وزارة السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا أن هذه المبادرة ستسمح بتخزين مليونين أربعمائة ألف طن إضافية من الحبوب بين عامي 2022 و2023 جنبا إلى جنب مع الدعم الفني والمعدات ذات الصلع وتتوقع أوكرانيا حصاد ما يصل إلى واحد وخمسين مليون طن وواحد من عشر طن من الحبوب ومن أجمالي ساعة التخزين البلغة 75 مليون طن تضررت 14% من مرافق التخزين ترجمة نانسي قنقر